بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاثم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نستعرض معكم بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم ولازلنا في صورة البقرة حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل هذا تشريع عظيم وومضة من ومضات العجاز التشريعي في كتاب الله لأن القتل جريمة من أعظم الجرائم في معيار الله قتل النفس المحرمة بغير ذنب وبغير إثم وبغير حق من أكبر الجرائم ولذلك حرم ربنا تبارك وتعالى قتل النفس بدون مبرر ولذلك شرع القصاص شرع القصاص في القتل بغير مبرر واضح يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل وتثور فائرة الناس الذين يقيسون على أنفسهم أو يقيسون على الله بمعايير مقاييسهم هم فيظلون ضلالا بعيدا لابد للإنسان أن يكون متواضعا فاهما لحقيقة أن قدراته الحسية والعقلية محدودة وأن حواسه محدودة وأن عمره محدود وأن هذه المحدودية يعني مربوطة بوجوده على نقطة محددة من الأرض في كون يكاد يكون لا نهائي وفي زمن محدود للغاية يعني عمر الإنسان يتجاوز يعني في المتوسط خمسين ستين سنة ونحن نعيش في كون يصل عمره إلى حوالي أربعة عشر مليارا من السنين وأرض تقدر أقدم الصخور فيها بحوالي خمسة آلاف مليون سنة فلذلك لا بد أن يدرك لسان حجمه وإذا بلغه قرار من الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يحتكم إلى عقله في الحكم على هذا القرار ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليه القصاص في القتل القصاص هنا سلامة للمجتمع يعني إذا وجد أحد المجرمين في مجتمع للمجتمعات واقترف جريمة قتل إذا لم يقتل سيكرر هذه العملية مرات عديدة فهو من محاولة المحافظة على أرواح الآخرين القاتل يقتل بعد محاكمة عادلة واحتراف صريح منه بعد اخترافه جريمة القتل لذلك من مؤهلات المحافظة على المجتمعات الإنسانية وعلى أرواح الناس فيها أن يعاقب القاتل بغير جرم وبغير إثم أن يعاقب بالقتل وتثور حناجر بعض الماديين وبعض الدهريين في زماننا بأن هذه يعني فيها شيء من الخسوة وشيء من يعني الإراقة أو إزهاق روح بدأ الأرواح ولا يحسبون حساب أن هذا المجرم إذا بقي في المجتمع قد يقترف هذه الجريمة مرات عديدة لذلك من روعة الشرع الإسلامي أنه حكم بالقتل على من يقتل بريئا بغير جريمة وبغير خطيئة القتل العمد هو الذي يطبق فيه الخصاص القتل الخطأ له حكم آخر ويعني أذكر أني كنت في إحدى المدن الأمريكية وصلت إليها متأخرا وأصر إخواننا هناك أن يطلعوني على هذه المدينة يعني بالليل وكنت مجهدا للغاية وبالرغم من هذا أصروا على أن نذهب في جولة للطرع على المدينة ونحن في وسط المدينة رأينا نهرا من الدماء ينحدر من إحدى المطاعم أو من أحد المطاعم أو إحدى المحلات فبالسؤال اتضح أن قاتلا كان قد سجن وخرج لتوه من السجن في تلك الليلة وليس معه مال ليس عنده طعام فدخل إلى هذا المطعم احتجز الناس في الثلاجة أو المبرد التابع للمطعم ويعني فتح الخزينة وحصل على ما فيها من مال ثم تخيل أن هؤلاء الناس قد يشهدون عليه فدخل عليهم في البراد وأطلق عليهم النيران وقتل عشرة من الناس لذلك نقول أن قتل القاتل العمد بغير ذنب صيانة للمجتمع صوني للمجتمع وصوني لأرواح الناس فيه لأن بعض الناس يعني قد يتعودوا الإجرام ويتعودوا القتل وإذا لم يردعوا فإنهم يثيرون في مجتمعاتهم كثيرا من الخسائر البشرية الكبيرة من هنا نقول إذا شرع ربنا تبارك وتعالى القتل للقاتل العمد بغير سبب مقبول إذا شرع ذلك فلابد لنا أن نقبل بهذا التشريع الإلهي ولا نحاجل هذا التشريع في لجاجة واضحة وفي تصور أن الناس تعلم سلامة المجتمعات أكثر من علم الخارق سبحانه وتعالى هذا نوع من أنواع الشركة أو الكفر بالله سبحانه وتعالى لذلك إذا قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخصاص في القتل والمقصود هنا كما أشرت القتل العمد مع سبق الإصرار دون مبرر واضح ودون حجة مقبولة هذا الذي يطبق فيه القصاص وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى في القصاص حياة للمجتمع البشري الذي يصونه من مثل هؤلاء المجرمين الذين لا رحمة عندهم ولا رأفة في قلوبهم وإذا تعود الإنسان على إراقة الدماء دون مبرر فإن ذلك يشجعه على مزيد من القتل ومزيد من إراقة الدماء لذلك نقول أن تشريع تشريع الخصاص في القتل وفي القتل العمد بصورة واضحة دون مبرر واضح يعني تشريع يشهد للقوان الكريم بالعدل المطلق واشهد القوان الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله من فوق سبع سماوات إلى خاتم أنبيائه ورسله وكان ذلك أيضا مشروعا في الأمم من قبلنا لذلك نقول أن القتل القاتل العمد يعني وسيلة من وسائل المحافظة على حياة العشرات من الناس إن لم يكن المئات لأن الذي يتعود القتل بدون سبب وبدون مبرر قد يكرر هذه التجربة مرات عديدة والذي نراه في المجتمعات الغربية التي تدعي المدنية وتدعي التحضر وتدعي أنها ألغت ما يسمى الكابتال بانشمنت أو القتل ما يسمى الجريمة أو العقاب الأكبر أنهم أبطلوا ذلك بحجة أنهم أكثر إنسانية وأكثر مدنية وأكثر تحضر منا عانوا من هذه العملية معاناة شديدة للغاية لذلك أكرر أنه إذا قضى ربنا أمرا أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا لا يجوز لنا أن نتطاول على هذا الأمر إلهي أو نتطاول على هذا الأمر النبوي الشريف لأن الله يعلم ونحن لا نعلم وعلم الله محيط بكل شيء يحاطى كاملة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك أكرر مرة أخرى أن على المشلمين أن يأخذوا بكل الأحكام الشرعية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في محكمة كتابة وإلا يكونوا قد أداروا ظهرهم لهذا الكتاب العزيز وقد حضرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال إن الكتابة والسلطانة سيفترقان فدوروا مع الكتاب حيث يدور وهناك محاولة من القوى الدولية لفرض منع عقاب القتل للقاتل في المجتمعات الإسلامية ولا يجز لنا أن نلينا أمام هذه الضغوط الغربية التي تريد لمجتمعاتنا أن تعاني كما عانت مجتمعاتها من انتشار الشر وانتشار الجريمة بمعدلات كبيرة في أغلب مجتمعاتها من هنا أقول أن في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإخصاص في القتلة يعني لمسة أو لمحة من لمحات الإعجاز التشريعي في كتاب الله أثبت صحتها تاريخ البشرية على الأرض ولذلك كانت أول جريمة قتل قتل أحد أبناء آدم عليه السلام لأخيه يعني هذه الجريمة جريمة يعني نكراء استنكرها القرآن الكريم واستنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل عملية قتل تتم بعد ذلك يحمل فيها أو يحمل منها وزر هذا القاتل الذي قتل أخاه قابيل وهابيل أن قابيل يحمل وزر ذلك لأنه أول من سنة عملية القتل في تاريخ البشرية لذلك أقول أن تحريم القتل تحريما قافعا وتجريمه بغير سبب وتجريمه بالخصاص هذا شرع ربنا تبارك وتعالى على المجتمعات الإسلامية أن تلتزم به اتزاما كاملا حتى لا تدير ظهرها لحكم من أحكام الله وإلى لقاء القادم إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته